بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم في قناة مليتري انسكوب عزيزي المشاهد قد يظن البعض برجوع العلاقات الجزائرية الفرنسية أن الجزائر تتخلى عن مواقفها الداعمة لاستقرار وأمن قارة إفريقيا قد يظن البعض بسبب تقارب الجزائر وروسيا أن الجزائر ترحب بوجود قوات فاغنر في إفريقيا لكن هذه الظنون ليس لها أساس من الواقع خرج اليوم الفريق أول شنقريحة وأعطى رسالة للجميع وقال نرفض التدخل الأجنبي في المنطقة بحجة مكافحة الإرهاب لأنها مقاربة أثبتت فشلها الزريع الفريق الأول شنقريحة ما قالش نرفض التدخل الأوروبي أو الفرنسي أو الروسي أو الأمريكي بس لا ما قالش الكلام ده قال نرفض التدخل الأجنبي يعني رسالة للجميع الجزائر عرفة كويس أن حل مشاكل إفريقيا بيكون من داخل إفريقيا الجزائر مش بتقول أي كلام في الهواء أو تنسوا دق الجزائر مليار دولار في الوكالة الجزائرية لتنمية مشاريع في إفريقيا الجزائر بتقوم بمجهود كبير لإرسال أمن والاستقرار لجيرانها ودول إفريقيا الجزائر بتتصدى لدخول الكيان الصهيوني في إفريقيا وبتتصدى لأي تدخل أجنبي في إفريقيا كلمة خالش انقريحة مهمة جدا ورسالة تحذير لأي تدخل أجنبي في المنطقة وفي النهاية حفظ الله الجزائر تح جزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته